من القدس ينضم إلينا مراسل العربي أحمد دراوشي أحمد هل هناك من جديد من تفاصيل إضافية عما نقله موقع ولا الإسرائيلي قبل قليل عن مصادر بأن الكابنت الأمني والسياسي صادقة على توسيع العملية العسكرية في رفح رويدة أبدأ بهذا الخبر العاجل بلدية كريات موتسكن بالقرب من مدينة حيفا نعت أحد سكانها الجنود الذي قتل في قطاع غزة في ظروف عملياتية كما تقول الجيش الإسرائيلي يتستر على مقتل أي جندي في قطاع غزة اليوم هذا يشير إلى أن الأنباء التي كان يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية حول مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في معارك في منطقة رفح هي صحيحة حتى الآن جرى الإعلان عن مقتل جندي واحد هناك حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى احتمال ارتفاع عدد الجنود القتلى بكثير خلال الفترة المقبلة من يتحدث عن مقتل أربعة أو خمسة جنود إسرائيليين بالإضافة إلى إصابة عدد آخر جيش الاحتلال الإسرائيلي كما العادة في مثل هذه الحالات يلتزم الصمت لم يعلن حتى الآن عن مقتل أو عن إصابة جنود بجراح خطيرة في منطقة رفح لكن رويدا رويدا بدأت هذه الرقابة تتراجع وبدأت السلطات المحلية بالإعلان عن جنودها القتلى يمكن الافتراض أن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن لم يعلن خلال الساعة المقبلة ربما سيعلن عن ذلك فقط في ساعات الغد نظرا لدخول يوم السبت اليهودي بعد قليل من الآن فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أشار إليها موقع والا الإسرائيلي والتي صادق الكابنت الأمني والعسكري السياسي الليلة الماضية على توسيعها في منطقة رفح فإنها ستكون محدودة بحسب ما أعلن الكابنت الأمني والسياسي الهدف هو إرسال رسالة تحدي إلى الولايات المتحدة إلى الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل لن تخضع للتهردات من قبل هذه الإدارة بوقف العملية العسكرية في منطقة رفح لكن في المقابل عدم الذهاب بعيدا في مواجهة الإدارة الأمريكية بالتالي إسرائيل تسعى من جهة إلى الرد على الإدارة الأمريكية وأن توحي أن الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية لم تؤدي إلى خضوع إسرائيل لكنها من جهة أخرى لا تسعى إلى إغضاب الإدارة الأمريكية أكثر السؤال هل ستنطلي هذه الأمور على الإدارة الأمريكية وكيف سيكون ردها خلال الساعات المقبلة على ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية الساعة لا تزال مبكرة حتى الآن في الولايات المتحدة لكن نتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة ردا أمريكيا على هذا الأمر شكرا جزيلا على هذه الإحاطة أحمد دروشي مراسل العربي من القدس